مخطوط طيران العصافير الذي يشرح فيه ليوناردو دافينش عملية الطيران بشكل علمي والذي يعرض لأول مرة ومئات الآلات التي اخترعها الفنان الإيطالي يتزين بها أكبر مهرد من نوعه لليوناردو دافينش العبقري الأوروبي ببلجيكا هذا الأمر كافل لوحده بأن يبرز الجانب غير المعروف في هذه الشخصية شخصية تكتمل ملمح عبقريتها عند اكتشاف مخطوطاته الأخرى التي لم تترك مجالا لم تتطرق له هذا هو أكبر معرض في العالم حتى الآن وما يجعله كبيرا هو أن لديك مثل هذه المجموعة الكبيرة من أعمال دافينشي ليس فقط ذلك بل أيضا المخطوطات واللواحات والوطائق الأصلية لدافينشي بالإضافة إلى الناس الذين عصروه كالبيرت دورار وميكلانجلو وآخرين من التشريح إلى وسائل الحرب مرورا بالآلات لقياس المسافات أو للاستعمال في مجالات مختلفة مخطوطات أخرى اقترنت بالألغاز المحيطة بأعمال دافينشي جذبت الزوار ربما للإجابة على أسئلة ظلت عالقة غير أن ليونارد دافينشي سيظل في أذهان الكثيرين فنان الموناليزة تسليط الضوء على هذا المعرض يأتي أساسا لعرض مجموعة الأعمال التي قدمها من آلات وآلات حربية وغيرها من الأشياء الأخرى التي نراها في مكان واحد يبقى الجنح الأكثر زيارة هو المخصص للواحات دافينشي والذي عرضت فيه بعض لوحاته المشهورة بالإضافة إلى الرسم الوحيد الذي يبرز ملامح دافينشي بريشته ووليد الفنان في مدينة فينشي بإيطاليا ويعتبر من أشهر فناني عصر النهضة ومن أشهر لوحاته الموناليزة وله أبحاث علمية في مجال علم التشريح والبصريات وعلم الحركة الزائر للمهرد يخرج بخلاصة واحدة أن اليوناردو دافينشي بالفعل شخصية أبقرية